اتحاد الكورة قرر انه يقسم مبلغ 200 ألف جنيه من مكافآت السلاسي امام عشور وحسين الشحات وطارق حامد بناء على قرار من روي فيتوريا طيب روي فيتوريا كانت تفكرين كان قرر استبعادهم من السفر الايبيري لمواجهة سيرليون في تصفيات كأس العالم وهيتم صرف الجزء الكبير ده من مستحقات ومكافآت التلاتة المسكورين قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية وتحذير بعدم تكرار الواقعة مرة أخرى 200 ألف جنيه لكل واحد من التلاتة رقم برضو بصراحة نعم يعني دلوقتي اللايبة ما شاء الله بتاخد أرقامة عظيمة جدا صور ده متخصم منك 200 ألف جنيه مكافآت توا ماشي نروح بقى للسوبر مرة أخرى مبارح كان عمر كمال عبد الواحد زي ما هيسة مرابي رئيس تنفيذ النادي مودرن فيوتشر قال لي هيجي على القاهرة عشان يجري إشعاعات عشان يشوفوا الإصابة اللي عنده دكتور أحمد عيد رئيس الجهاز الطبي النادي مودرن فيوتشر قال أنه بعد ما استكمل الفحوصات وعمل الرئيس المناطيس اللي أعمر كمال عبد الواحد النتائج جاءت مطمئنة لحالة اللعب كان فيه بس مجرد الجهاد في عضلات الساق اليوم ما فيش مزء ولا حاجة الحمد لله وهيحتاج أعمر كمال عبد الواحد راحة أقصاها عشرة أيام عشان بس يتطمنوا على سلامته ده معناه يا جماعة معناه أن روي فيتوريا لو قرر ياخد عمر كمال عبد الواحد لقائمة المنتخب في المعاصقة اللي هيبدأ يوم 3 يناير فاللاعب جاهز وإن شاء الله يكون موجود مع منتخبنا الوطن